الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب في مادة مبادئ القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان الهيكل التنظيمي للمملكة العربية السعودية القسم الثاني منه سنتناول القسم الثاني من هذا الدرس وهو بعنوان الهيكل التنظيمي للمملكة العربية السعودية وقبل البداية نود أن نستذكر نحن وإياكم ما ذكرناه في هذا الدرس وهو الهيكل التنظيمي المملكة العربية السعودية القسم الأول منه وذكرنا في التمهيد المقصود بالهيكل ما المقصود بهيكل التنظيمي للمملكة العربية السعودية المقصود بالهيكل التنظيمي لأي دولة هو خريطة تنظيمية خريطة تنظيمية توضح ماذا؟ توضح السلطات داخل الدولة وأجهزتها المختلفة وتأخذ الهيكل التنظيمية تسلسلا هرميا يحدد من خلاله الأدوار والمسؤوليات وتوزيع الصلاحيات بين مؤسسة الدولة المختلفة لتعمل جميعا على ماذا؟ على تحقيق رؤى الدولة وخططها الاستراتيجية إذن الهيكل التنظيمي لا شك أن لكل دولة لها هيكل تنظيمي خاص بها والمقصود بها الهيكل التنظيمي هو خريطة تنظيمية توضح السلطات داخل الدولة وأجهزتها المختلفة وتأخذ الهيكل التنظيمية تسلسلا هرميا يحدد من خلاله الأدوار والمسؤوليات وتوزيع الصلاحيات بين مؤسسة الدولة المختلفة لتعمل جميعا على تحقيق رؤى الدولة وخططها الاستراتيجية ذكرنا أيضا في الدرس الماضي في النظام الأساسي للحكم ما هو شكل الدولة في المملكة العربية السعودية ما هو شكل الدولة في المملكة العربية السعودية نقول أن النظام الأساسي للحكم نص على أن اسم المملكة القانونية هو ماذا؟ هو المملكة العربية السعودية ما هي اللغة؟ لغتها اللغة العربية دينها الإسلام ذات سيادة تامة ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عاصمتها مدينة الرياض للمملكة العربية السعودية عيدان هما عيد الفطري وعيد الأضحى وتقويم المملكة العربية السعودية والتقويم الهجري وللمملكة علم أخضر عرضه يساوي ثلثي طوله عرضه يساوي ثلثي طوله وتوسطه كلمة لا إله الله محمد رسول الله فهذا هو شكل العلم وأوصافه أن عرضه يساوي ثلثي طوله وتتوسطه كلمة لا إله الله محمد رسول الله تحتها سيف مسلول ولا ينكس هذا العلم أبدا شعار المملكة العربية السعودية هو سيفان متقاطعان ونخلة وسط فراغهما الأعلى وللمملكة العربية السعودية نشيد وطني موحد وبالرجوع إلى هذا البركوت تستطيع النظر إلى نظام الأساسي للحكم وتنظر إلى هذه المعلومات المتضمنة لشكل الدولة في المملكة العربية السعودية استدعي معلوماتك دون النشيد الوطني الخاص بالمملكة العربية السعودية في هذا النشاط الإثرائي تستطيع الإجابة على هذا أو في هذا النشاط الإثرائي أريد منك أن تجيب على هذه المعلومة أو هذا السؤال بأن تدون النشيد الوطني الخاص بالمملكة العربية السعودية هنا نشاط إثراء أو معلومات إثرائية قانونية نقول أنه قد صدر نظام اسمه نظام العلم عام 1393 الهجرة حيث وصف العلم الوطني والأصول المتعلقة برفي العلم الوطني هذه من الأشياء الموجودة ومضمنة في هذا النظام وهو نظام العلم أو إذا كان مرفوعاً وحده أو مع علام الدولة الأجنبية فيوضح هذا الأمر في حال وجوده لوحده أو وجوده مع علام الدولة الأجنبية وأيضاً ما هي المحظورات في استعمال العلم الوطني وما هي عقوبات ارتكاب هذه المحظورات من أين نجد الإجابة على هذا الأمر؟ نقول بالرجوع إلى هذا البركوت تستطيع النظر إلى هذا النظام وهو نظام العلم وهو نظام العلم الذي قد صدر في عام 1393 الهجرة ومن ثم صدر الأمر الملكي عام 1444 وحدد يوم 11 مارش من كل عام ليكون يوماً خاصاً بالعلم باسم يوم العلم وبالرجوع إلى هذا البركوت تنظر إلى صدور هذا الأمر الملكي ذكرنا في الدرس الماضي أنواع السلطات في الملكة البركوتية ذكرنا أنها أنواعها ثلاثة السلطة التنفيذية، السلطة القضائية سلطة التنظيمية فهذه السلطات الثلاث السلطات في الملكة السعودية ثلاث سلطات مرجعيتها للملك خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله حيث تتعاون فيما بينها لأداء مهامها وإيجاز ذلك فيما يلي أولاً السلطة التنفيذية ما هي السلطة التنفيذية؟ هذا النوع الأول من أنواع السلطات في الملكة السعودية السلطة التنفيذية هي السلطة المختصة بتنفيذ القوانين والسياسات العامة في الدولة إذن تعريفها نقول هي سلطة مختصة بتنفيذ القوانين والسياسات العامة في الدولة من يمثل هذه السلطة؟ نمثل السلطة التنفيذية مجلس الوزراء حيث يرسم السياسة الداخلية والخارجية والمارية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها وأيضا ينظر في قرارات مجلس الشورى وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزرات والعجلس الحكومية الأخرى يرأس الملك المجلس وفقا للمادة 650 من نظام الأساس الحكم ويعاونه في أداء مهم أعضاء مجلس الوزراء يعين الملك نواب رئيس المجلس للوزراء والوزراء لأعضاء بالمجلس ويعفيهم بأمر ملكي وللملك حلوا مجلس الوزراء وإعادة تكوينه ومما يوجد عندكم في الحاشة في هذا الكتاب أنه قد صدر الأمر الملكي الكريم رقم ألف تقسيم واحد وستين وتاريخ واحد ثلاثة ألف واربعون واربعون الذي نص على الآتي يكون ولي الآت رئيسا لمجلس الوزراء استثناءا من حكم المادة ستون وخمسون من النظام الأساسي للحكم ومحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء وبالرجوع إلى هذا البركود تستطيع النظر ومعرفة أنواع السلطات الثلاث وهي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التنظيمية يتبع لمجلس الوزراء أجهزة وتشكيلات إدارية هيكلات أولا ديوان رئاسة مجلس الوزراء ثانيا الأمانة العامة لمجلس الوزراء ثالثا هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أيضا رابعا مجلس الشؤون السياسية والأمنية خامسا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هذه الأجهزة والتشكيلات هي تتبع لمجلس الوزراء هنا نشاط إثرائي أبحث وأدون بالرجوع إلى المنصة الوطنية الموحدة أبررابط أدناه وضح كيف تعمل السلطة التنفيذية كيف نجيب على هذا الإثراء وهذا النشاط بالرجوع إلى هذا البركود وأن تسلط الكاميرا على هذا البركود وتعرف من خلال المنصة الوطنية الموحدة أبرر هذا الرابط كيف تعمل السلطة التنفيذية كيف تعمل السلطة التنفيذية وتدون الإجابة في هذا المستطيل الآن سنأخذ نوع السلطة الثانية في المملكة الربية السعودية وهي السلطة القضائية وهي السلطة القضائية السلطة القضائية هي سلطة مستقلة سلطة مستقلة ولا سلطانة على القضاة في قضائهم غير سلطان الشريعة الإسلامية وتتألف السلطة القضائية من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري والمحاكم باختلاف اختصاصاتها ودرجاتها واللجان القضائية وذكرنا من أمثلة المحاكم محكمة التجارية ومحكمة العمالية ومحكمة الأحوال الشخصية وإذن هناك عدة لجان قضائية هذه داخلة في السلطة القضائية إذن هذا النوع الثاني من السلطات في المملكة العربية السعودية النوع الثالث ما هو؟ ذكرنا أنها السلطة التنظيمية تختص بماذا السلطة التنظيمية؟ تختص بسن الأنظمة التي تحقق المصلحة العامة وترفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية وتمارس اختصاتها وفقا للنظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى من يجيب على تتمثل السلطة التنظيمية في مجلس ماذا؟ نقول تتمثل في مجلس الوزراء ومجلس ماذا؟ ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية إذن تتمثل السلطة التنظيمية في مجلسين مجلس الأول مجلس الوزراء والثاني مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية وتختص هذه السلطة وهي السلطة التنظيمية بسن الأنظمة التي تحقق المصلحة العامة وترفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية الآن سنعرف بنظام مجلس الوزراء وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي ما هو نظام مجلس الوزراء؟ قد صدر أو أداة الإصدار أمر ملكي ألف تقسيم ثلاثة عشر وتاريخ الإصدار ثلاثة ثلاثة ألف واربعمائة وأربعة عشر ملخص النظام يتضمن النظام النظام مجلس الوزراء التعريف المجلس وبيان مقره وشروط العضوية أداء اليمين بيان ما يحضر على الأعضاء عمله أثناء العضوية أحكام التعيين وعقد الاجتماعات تحديد مدة المجلس مسؤوليات وصلاحيات الوزير أحكام التعيين وعقد الاجتماعات تحديد مدة المجلس مسؤوليات وصلاحيات الوزير أحكام النيابة عن الوزير بيان تشكيل المجلس أحكام الحضور الاجتماعات بيان متى يعد الاجتماع صحيحا ومتى يكون القرار نظاميا كيفية محاكمة الأعضاء تكوين اللجان بيان اختصاص المجلس الشؤون التنظيمية الشؤون التنفيذية الشؤون المالية برئاسة مجلس الوزراء التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء فهذا بيان وتعريف بنظام مجلس الوزراء وذكرنا أن أداة الإصدار أنها كانت أمر ملكي في ألف تقسيم ثلاثة عشر وذكرنا تاريخ إصداره أنه ثلاثة ثلاثة ألف واربعة عشر للهجرة سنعرف الآن بنظام مجلس الشورى وأداة الإصدار أيضا أمر ملكي رقم ألف تقسيم واحدة عشرين وتاريخ الإصدار سبع وعشرون ثمانية ألف واربعة وثناثة عشر ملخص النظام النظام مجلس الوزراء صدر نظام مجلس الشورى في ثلاثين مادة حددت مهامه وطريقة تكوينه أما كيفية ممارسته لاختصاصاته فقد تركها النظام للآحة الداخلية وهو ما تعرفت عليه المجالس البرلمانية وتتكون اللاعحة الداخلية لمجلس الشورى من أربع وثلاثين مادة ونصة المادة الأولى من نظام مجلس الشورى على الأخذ بالمشورى وأهمية وفق الكتاب الكريم واقتدام برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورة أصحابه على أن ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به مع واجب الحفاظ على روابط الأخوة والتعاون إذ الغاية هي تحقيق الشورى دون الالتزام بانموذج معين كما أن المطبق في المملكة العربية السعودية هو أحد أهم من نماذج المطبقة في العالم الإسلامي فهذا بطاقة تاريفية بنظام مجلس الشورى وذكرنا أنه أداة الإصدار أمر ملكي رقم ألف تقسيم 91 وذكرنا التاريخه أنه 278.412 وما تبقى من الدرس ماذا سنتعلم وماذا سأخذ يتوقع منك خط طالب وخط الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن توضح إجراءات البيعة للملك وفق النظام هيئة البيعة وأيضا تعرف بالنظام الأساسي للحكم وكذلك تعرف نظام هيئة البيعة نظام الحكم في المملكة السعودية ملكي نظام الحكم في المملكة السعودية ملكي والحكم يكون في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس وتتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة الصادر عام 1427 لهجرة ويكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال ويتولى سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة فهذا هو نظام الحكم في المملكة الربية السعودية أنه نظام ملكي والحكم يكون في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل على السعود وأبناء الأبناء ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس وتتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة وهذا النظام هيئة البيعة قد صدر في عام 1427 الهجرة ويكون ولي العهد متفرغ لولاية العهد وما يكلف به الملك من أعمال ويتولى سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة هنا الملك المؤسس وهو الملك أبل عزيز أل سعود رحمه الله يليه الملك سعود بن أبل عزيز أل سعود رحمه الله يليه الملك فيصل بن أبل عزيز أهل السعود رحمه الله يليه الملك خالد بن أبل عزيز أهل السعود رحمه الله يليه الملك فهد بن أبل عزيز أهل السعود رحمه الله يليه الملك أبدالله بن أبل عزيز أهل السعود رحمه الله يليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن أبل عزيز أهل السعود حفظه الله فإذن هذا هؤلاء الملوك والملك المؤسس وهو الملك أبل عزيز أهل السعود وأبنائه البررة وهو الملك سعود بن أبل عزيز أهل السعود رحمه الله والملك فيصل بن أبن أبن أزيز ألسعود رحمه الله والملك خالب بن أبن أزيز ألسعود رحمه الله والملك فهد بن أبن أزيز ألسعود رحمه الله والملك عبد الله بن أبن أزيز ألسعود رحمه الله وأيضا خادم الحرمين الشريفين والملك سلمان بن أبن أزيز ألسعود حفظه الله هنا بطاقة تاريفية بالنظام الأساسي للحكم أداة الإصدار أمر ملكي ألف تقسيم تسعين تاريخ الإستار 278-1412 ملخص النظام يتضمن نظام المبادئ العامة نظام الحكم مقومات المجتمع السعودي المبادئ الاقتصادية الحقوق والواجبات سلطات الدولة الشؤون المالية أحكام نعم هذا ملخص النظام وما تضمنه هذا النظام وهو النظام الأساسي للحكم وهو النظام الأساسي للحكم وقد ذكرنا أنه أداة الإستارة أنه أمر ملكي ألف تقسيم تسعين وتاريخ الإستار 278-1412 للهجرة الآن سنعرف بطاقة تعريفية بنظام هيئة البيعة عداة الإستار أمر ملكي ألف تقسيم 135 تاريخ الإستار 269-1427 ملخص النظام يتضمن النظام تكوين هيئة تسمى هيئة البيعة بموجب أمر ملكي مهام الهيئة مقرها قسم رئيس وأعضاء الهيئة قبل أن يباشروا أعمالهم قسم رئيس وأعضاء الهيئة قبل أن يباشروا أعمالهم رئاسة إدارة اجتماعات الهيئة ومناقشاتها والتصويت على قراراتها إذن هذه البطاقة تعريفية بنظام هيئة البيعة وذكرنا أن هذه الأدات وهو أدات الإستار أمر ملكي ألف تقسيم 135 تاريخ الإستار 269-1427 ملخص النظام يتضمن نظام تكوين هيئة تسمى هيئة البيعة بموجب أمر ملكي مهام الهيئة مقرها قسم رئيس وأعضاء الهيئة قبل أن يباشروا أعمالهم رئاسة إدارة اجتماعات الهيئة ومناقشاتها والتصويت على قراراتها في هذا التقويم السؤال الأول أتحقق ما إجراءات البيعة للملك وفق النظام هيئة البيعة أريد منك أن تتحقق وتجيب على هذا السؤال وهي في إجراءات البيعة للملك وفق النظام هيئة البيعة السؤال الثاني أناقش بإيجاز دور السلطات الثلاث في المملكة العربية السعودية أريد منك أن تجيب وتناقش على هذا السؤال السؤال الذي يليه أستخلص ما النتائج المستفادة من معرفة الهيكل التنظيمي حكومة المملكة العربية السعودية أريد منك أن تذكر النتائج المستفادة من معرفة الهيكل التنظيمي حكومة المملكة العربية السعودية أريد منك أن تجيب على هذه الأسئلة سواء في الكتاب أو في الدفتر على حسب ما يملي لك الأستاذ وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين